السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وإياكم وحيا الحب الكرام بمحاضرة جديدة من موسوعة الهندسة المدنية بعنوان أخطاء في تنفيذ الصقف الهوردي طبعا يا كرام الدرس اللي سبق هذا مباشرة تحدثنا فيها عن شرح نظام صقف الهوردي بما يقارب الساعة الآن إن شاء الله سنتناول جزئية الأخطاء في التنفيذ أول خطأ يا كرام هو أن حديد بلاطة التغطية ملتسق تماما على البلوك كما نرى في هذه الصورة نلاحظ أنه أنا عندي هنا الطوب الأحمر قلنا فوق الطوب الأحمر نضع بلاطة التغطية واللي هي عبارة عن أسياخ لاحظوها في هذا الاتجاه وأسياخ في الاتجاه الثاني هذه الأسياخ ممنوع تضعها على البلوك أو على الطوب أو على الفلين مباشرة لابد أنك تضع بسكوت والصحيح أن يتم وضع بسكوت اللي هو الاسبيسر هذا البسكوت يعمل على رفع هذه الأسياخ الحديد عن الفلين أو عن البلوك أو عن الطوب لسيما يا كرام أنه لا قدر الله فيما بعد لو حدث حريق في المنشأ هذا الفلين هذا الفلين سرعان ما يحترق ويذوب فإذا كان الحديد ملتسق مباشرة على الفلين سرعان ما يصل الحريق إلى الحديد بينما أنت لما تكون رافع الحديد عن الفلين بمسافة 2.5 سنطي فهنا بال2.5 سنطي ستدخل خرسانة أثناء عملية الصب فأنت تكون ضمنت أنك أبعد حديد التسليح عن الحريق بمقدار 2.5 سنطي متر أما في حال لو كنت مستخدم طوب أحمر أو بلوك فإنه كما تعرفون يا أحباب خاصة البلوك الاسمنتي هذا مادة شرهة للرطوبة يمتص الرطوبة فيوصل الرطوبة إلى أسياخ الحديد بشكل مباشر إن وصلت الرطوبة إليه ولهذا يجب أن يتم رفع أسياخ الحديد عن البلوكات أو الفلين بمسافة لا تقل عن 2.5 سنطي الخطأ الثاني يا كرام هو سمك بلاطة التغطية سمك بلاطة التغطية بلاطة التغطية هي الجزء اللي قلنا يوضع فوق البلوك اللي هو هذا هذا الجزء اللي يوضع فوق البلوك اللي هو البسكوت مع الفارش مع الغطاء مع الصب اللي له ويمثل فيه الرسم هنا يا كرام بالمخططات هذا هو هذا بلاطة التغطية هذا يا كرام من الغلط أن يكون سمكه يعني أكثر من 10 سنطي لماذا؟ لأن يا كرام لأن يا أحبابي الكرام إذا زاد هذا السمك كثير يصير الوزن على المبنى كبير واضح يصير الوزن على الوزن المبنى كبير ولهذا يفضل أن يكون من بين 5 إلى 7 سنطي كما ذكرنا البارحة طبعا هو بحالات خاصة جدا ممكن يصل للعشرة ولكن برضو لا يفضل ذلك يفضل أن يظل ما بين 5 إلى 7 سنتيمتر وطبعا يشترط أن لا تقل عن عشر الفتحة بين محاور الأعصاب ثالث خطأ يا كرام هو أقل سمك لبلاطة التغطية برضو نتحدث عن ماذا؟ عن سمك هذا الجزء اللي هو السمك الخرسان المسلحة فوق البلوك أو فوق الفلين من الخطأ أن يكون سمك صبت بلاطة التغطية أقل من 4 سنطي والصحيح يا أحباب أن لا يقل سمك بلاطة التغطية عن الأكبر بين إما 5 سنطي أو عشر الفتحة بين الأعصاب عشر المسافة بين الأعصاب يعني ما معنى عشر المسافة بين الأعصاب يعني مثلا أن لو عندي المسافة بين العصب والعصب 70 سنطي اللي هي هذه يا كرام هذا لاحظ عصب وهذا عصب فمثلا المسافة عندي هنا بين العصب والعصب كم؟ لنقل 60 سنطي تمام؟ فنحن قلنا عشر المسافة أو عشر الفتحة بين الأعصاب اللي هي كم؟ اللي هي 60 ف60 تقسيم عشرة كم يعطيني؟ يعطيني 6 سنطي فإذا أنا عندي خيارين إما يا كرام عشر المسافة بين الأعصاب واللي هي طلعت عندي 6 وإما 5 سنطي أيهما أختار؟ قال تختار الأكبر فإذا يكون سمك هذا الجزء 6 سنطي سمك هذا الجزء 6 سنتيمتر يا كرام رابعا من الخطأ أن تكون المسافة بين السياخ الفرش أو الغطاء 30 سنطي والصحيح يا أحباب أن المسافة بين السيخ والسيخ يجب أن لا تزيد عن 20 سنطي هذه المسافة يا كرام بين هذا السيخ وهذا السيخ اللي بيجنبه ممنوع تزيد عن 20 سنطي هذه المسافة بين هذا السيخ وهذا السيخ يعني هي المكسيموم ديستنس 20 سنطي ممنوع تكون أكثر يعني لو نلحظ هنا مثلا ربما وصلت إلى 30 سنطي أكثر من 20 وهذا طبعا يا أحباب هذا طبعا يا كرام لا يصح أيضا يا كرام خامسا أكبر مربع للصقف الهوردي في الاتجاهين اشتراطات العصب يا كرام بالاتجاهين هي نفس اشتراطات الأعصاب بالاتجاه واحد مع إضافة أنه يجب أن لا يزيد طول البلاطة عن 1.5 ضرب العرض ما معنى هذا الكلام يعني إذا كان عندي صقف هوردي وليكن طوله يا أحبابي 9 متر طوله 9 متر فإذا الطول قلنا الطول لا يزيد عن عن ماذا عن مرة ونصف ضرب العرض عفوا إذا عندي عرض سقف الهوردي 9 متر مثلا عرض السقف الهوردي 9 متر وطوله وليكن 20 متر تمام طوله 20 متر فأنا أخذ يا كرام ماذا أخذ العرض وأضربه بواحد ونصف فتسعى ضرب واحد ونصف كم أعطاني أعطاني 13.5 متر الآن يا كرام أقارن العرض ضرب واحد ونصف مع الطول أيهما أكبر طلع طول السقف أكبر من العرض مضروب بواحد ونصف واللي هو 13.5 فهنا بهذه الحالة دام الطول أكبر من مرة ونصف عرض السقف يفضل أن يكون وين وي هولو بلوكس لاب الأعصاب تكون في اتجاه واحد أما لو مثلا على سبيل المثال عندي سقف طوله طوله على سبيل المثال طوله 12 متر وعرضه 9 يلا أقارن الطول بمرة ونصف العرض الطول 12 كم مرة ونصف العرض 9 ضرب واحد ونصف 13.5 أيهما أكبر هنا طلعت إيش طلعت العكس طلع عرض السقف ضرب واحد ونصف أكبر من طوله أكبر من طوله فهنايا صح أنك تستخدمه أنك تستخدمه توي هولو بلوكس لاب وطبعا هذا الموضوع بالنهاية يرجع إلى المصمم يرجع إلى إلى المصمم يا كرام أيضا يشترط البعض أنه فتحة البلوك بالهوردي ذو الاتجاهين هي 40 ويشترطها 40 ب40 فقط وهذا طبعا غلط لأنه يمكن للمهندس الإنشاء أن يقوم بتصميم مربعات تصل إلى 80 ب80 وطبعا بجميع الأحوال يجب أن لا تزيد المسافة بين محاور الأعصاب عن 100 سنطي واضح يجب أن لا تزيد المسافة بين محاور الأعصاب عن 100 سنطي بكل حال من الأحوال يعني محاور الساقطة بشكل مباشر يعني لاحظوا هنا عندي هذه ما هي هذه كاميرا ساقطة عند نهاية الصقف على سبيل المثال لنقول أنه هذه نهاية الصقف وهذا ما هو هذا البلوك هذا البلوك يا أحباب المفروض أنه ما يأظل أني أظل أرس البلوك إلى النهاية يعني ما أظل أضع البلوكات للنهاية هذا يا أحباب لا يفضل يفضل أني أترك مسافة لاحظوا هذه المسافة هذه المسافة اللي هي الصليد بارت وتسمى الجزء المصمت وهي عبارة عن هيدن بيم بيم مدفونة يا كرام تضع فيها سيخين من علوي وسيخين حديد سفلي مع معكنات ستربز فلابد يا كرام من ترك هذا الجزء المصمت المخدة بين الجسر الساقط وبين البلوك ليساعد بمقاومة العزوم السالبة وقوى القص عند الجسر الساقط لأن الجسر الساقط هذا اللي يكون عند نهاية الصقف يتعرض لنيكاتف مومة وشير فورس واضح ممكن تكون هذه النيكاتف مومة وشير فورس عالية لدرجة أنه الدروب بيم لوحده غير قادر على على مقاومتها فنأتي ونضع بجنبه مباشرة هذا الصليد بارت بحيث يقاوم هذه الأحمال ثامنا كم هو عرض الجزء المصمت ببعض المشاريع قد تجد عرض الجزء المصمت 10 سنط وهذا يا أحباب يعني نوعا ما غلط الصحيح يا كرام أنه عرض الجزء المصمت لا يقل عن تأخذ الرقم الأكبر بين الحالتين إما ثلث عرض الجسر الساقط وإما 15 سنط يعني هذا هذا كعرض الصليد بارت أو الجزء المصمت كعرض كم يكون عرضه قلنا نختار الرقم الأكبر بين حالتين الحالة الأولى 15 سنط هذا رقم صحيح ثابت والحالة الثانية هي ثلث عرض الجسر الساقط يعني كم عرض الجسر تقسيم 3 كم عرض الجسر الساقط تقسيم 3 ثم تختار الرقم الأكبر واضح مثلا لو عرض الجسر الساقط مثلا مثلا لنقل 30 على 3 يعطيني 10 فأيهم أختار 10 ولا 15 نختار الأكبر اللي هو 15 فيكون هذه المسافة قيمتها كم قيمتها 15 سنتيمتر يا أحباب الكرام طيب الخطأ الخطأ اللي بعده يا كرام اللي هو وزن البلوك الهوردي فمن الخطأ استخدام بلوك ثقيل الوزن في الأسقف الهوردي والصحيح أن يتم استخدام بلوك خفيف الوزن وطبعا ينصح باستخدام ألف اللين للأسقف التي لن يتم عمل لياسة لها من الأسفل وشرحنا ليش فكرة اللياسة من الأسفل في الدرس السابق بعنوان السقف الهوردي من الألف إلى الياء واضح فسواء في اللين سواء بلوك سواء طوب يفضل أن يكون وزنه خفيف لا يكون وزنه ثقيل الوزن الثقيل هذا غلط يا كرام من الخطأ أيضا استخدام في اللين بكثافة أو ضغط 10 كيلو جرام بالمتر المكعب والصحيح أنه يجب استخدام في اللين ذو كثافة متوسطة لا تقل عن 14 كيلو جرام بالمتر المكعب ويتم التأكد من أن الكمية الموردة إلى الموقع هي بالكثافة المطلوبة فعلا وذلك لأن الكثافة يا كرام الكثافة الضعيفة تكون سريعة التفتت فيجب أن أهتم بموضوع كثافة أو ضغط الفلين واضح فالصحيح أنه يجب استخدام فلين ذو كثافة متوسطة ما تقل عن 14 كيلو جرام بالمتر المكعب أيضا يا كرام وضع الفلين على الخشب مباشرة وتركه يعتبر نوعا ما غلط لماذا يا أحباب لأن هذا الفلين غالبا إذا كان عندي هواء لا يثبت والصحيح أنه لابد من تثبيت الفلين إن توجب الأمر من الممكن تثبيته على الخشب بالسيليكون ستضعه على خشب السقف مباشرة صح طيب ما الضامن أنه لن يطير مع الهواء إذا كان عندي هبوب رياح وهواء وكذا من خلال استخدام السيليكون طبعا هذا في حال إذا كان عندك هبوب رياح وأنه كان يطير فحين يا أحباب نستخدم السيليكون وطبعا هذا يتم عن طريق وضع القليل من السيليكون حول محيط حبة الفلين من الأسفل ويضعها على السقف مباشرة هذا طبعا ما تحتاج إلى عمال ماهرين ممكن مباشرة يضع لك فلين على جنب السيليكون على جنب الفلين ثم يضعها مباشرة يعني يقلبها ويضعها وين يضعها على خشب السقف حتى تلتسق تماما يا كرام أيضا يا أحباب عندي أخطاء بالمسافة بين البلوك الهوردي وبين الأعصاب فمن الخطأ أن يكون البلوك أو الفلين على تلامس مع الجسور أو الأعصاب والصحيح يا أحباب أنه لابد من إبعاد البلوك الهوردي عن حديد الجسور والأعصاب بمقدار 2.5 سنط من كل الجوانب وهذه يا أحبابي شرحتها البارحة برضو في موضوع تنفيذ السقف الهوردي وبيّنت أنه يجب ترك مسافة بين السيخ وبين البلوكات أو الفلين لا تقل على 2.5 سنط أيضا يا كرام من الخطأ اعتقاد أنه عرض البلوك هو 40 سنط فقط والصحيح يا كرام أنه المهندس الإنشائي قد يصمم بلوك بعرض يصل إلى 70 سنط مثل البلوك الأبيض أو البوليسترين وسواه وطبعا هناك بلوك فلين بطول أكبر من 40 سنط فما نظن أنه فقط عرض البلوك 40 سنط أيضا يا كرام البعض يعتقد أنه ارتفاع البلوك هو فقط 20 سنط وهذا برضو اعتقاد خاطئ هو صحيح في أن يوجد 20 سنط ولكن يوجد غير ذلك فالصحيح أنه ارتفاع البلوك لا يقل عن ارتفاع كامل السقف الهوردي مخصوم منه 6 سنط اللي هي بلاطة التغطية فمثلا يا أحباب الكرام لو كان عندي على سبيل المثال وليكن سقف بسمك 38 سنط سمك السقف هذا كامل كامل 38 سنط طيب الآن أنا ممكن أطلب بلوك بارتفاع 38 30 ناقص 6 يعني كم يكون ارتفاعه 38 ناقص 6 يعني هذا يكون بارتفاع 32 سنط وهنا من فوق اللي هو بلاطة التغطية 6 سنط ف32 زائد 6 صار كله 38 سنط لأنه يا أحباب نحن كل ما زدنا من ارتفاع البلوك كل ما قللنا من هذه المسافة اللي هي ماذا اللي هي بلاطة التغطية خرسانة وحديد بالتالي تقلل الحمل على السقف وتقلل كلفة الكونكريت وتقلل كلفة الكونكريت يا كرام أيضا يخطئ البعض ويعتقد أنه سماكة السقف الهوردي هي 30 إلى 32 سنط فقط والصحيح يا أحباب أنه سمك اللي هو هذا السماكة السقف كامل 38 هنا مثلا فالبعض يظن أنه السقف الهوردي من 30 إلى 32 كماكسموم وهذا ما يصح سمك بلاطة السقف الهوردي يا أحباب تعتمد على المسافات بين الأعمدة ويمكن أن يصل للارتفاع إلى 45 سنط وربما أكثر هذا يرجع يا أحباب إلى التصميم وبالنسبة طبعا لجسور الهوردي يمكن الاكتفاء بعمل سقوط لبعض الجسور الهوردي اللي تربط بين الأعمدة المتباعدة بكامل عرضها وبمقدار من 5 إلى 20 سنط أو أكثر من تحت السقف طبعا فيما بعد تغطيها بسقف مستعار طبعا هنا نتحدث عن إيش نتحدث عنه إذا كانت عندي المسافات كبيرة جدا بين الأعمدة ممكن السقف البيم الهوردي اللي هو المين بيم شرحناه برضو يا كرام في الدرس اللي سبق هذا مباشر بعنوان أسقف الهوردي من الألف إلى الياء فأيضا يا كرام هذه المين بيم اللي كنا نقول غالبا تكون ماذا هيدن بيم كاميرات مدفونة فبحالات خاصة إذا كانت المسافة بين العمود والعمود كبيرة لا الحظ كنا نقول عندي هيدن بيم تكون ضمن صبة السقف هنا ممكن تعمل لها سقوط لأسفل فتصير مثل ماذا تصير مثل دروب بيم ساقطة لأسفل وأيضا يا كرام عندي من الأخطاء هو ترك آخر صف من البلوك في فتحات هذه الفتحات خطأ برضو شرحتها هذه البارحة يا كرام أو في الدرس السابق قلنا هذه الفتحات يا كرام لا تترك نهاية الصفوف لا تترك وبيناها بشكل جيد لماذا لأن المهندس المصمم لما صمم البلوك صمم على أنه ما تدخل كونكريت بداخل هذا البلوك وهو صمم ومفرغ يعني تارك فيه فراغ واضح فهو يريد أن يكون الوزن خفيف إن أنت تركت البلوكات بهذه الطريقة مفتوحة ثم أتيت وبدأت بعملية الصب للكونكريت الخرسانة تلقائيا ستدخل بداخل هذه الطوب الأحمر فبالتالي يزداد الوزن على السقف وهذا إذا كان عندي فتحات مثل هذه يا كرام يجب إغلاقها لاحظوا هنا مثلا تم إغلاق هذا الطوب باستخدام الفلين عند أماكن الفتحات لماذا حتى أثناء عملية الصب لا تدخل الخرسانة إلى داخل هذا إلى داخل هذا الطوب فيتم أو عندي طريقة ثانية إذا ما تريد تضع في اللين داخل الطوب داخل الفراغات ممكن تستخدم بلوك مصمت بنهاية كل صف يعني لاحظوا هنا عندي هذه بلوكات كلها مفرغة ولكن عندي النهاية وضع بلوك مصمت من هنا وبلوك مصمت من الجهة الثانية ما معنى بلوك مصمت يعني صلد بلوك بلوك ما فيه فراغات لا يوجد فيه فراغات كله مغلق واضح حتى لا تدخل الخرسانة لداخل صف الطوب هذا اللي موضوع بين الأعصاب يا كرام طبعا يا أحبابي ملحوظة إذا كان سمك السقف الهوردي معصب في الاتجاهين يعني كما ترون في هذه الصورة هذا اتجاه وهذا اتجاه ثاني فهذا توي هولو بلوك سلاب فإن كان السقف يا كرام معصب في الاتجاهين ينصح باستخدام في اللين بحال عدم عمل اللياسة للسقف من الأسفل وينصح باستخدام بلوك أبيض خلوي إذا كان سيتم لياسة السقف لأن البلوك الهوردي ذو الفتحات ستدخل فيه كمية كبيرة من الخرسانة أثناء الصب وأثناء استخدام الهزاز خاصة إذا لم يتم إغلاقها بالفلين كما رأينا قبل قليل واضح وبالتالي هذا إذا دخلت الخرسانة يزيد كلفة الخرسانة ويزيد الحمل على السقف أيضا يا كرام ملحوظة ثانية في السقف الهوردي يا أحباب الكرام المسافات الكبيرة بين الأعمدة تستوجب سقوط بعض الجسور إلى الأسفل ويتم تغطيتها فيما بعد بالجبس إذا أراد المالك ذلك لكن طبعا هذا اللي لسه قبل قليل حدثتكم عنها إذا زادت المسافة بين الأعمدة ما أكتفي بوضع هيدن بيم وإنما أنزل فيه لأسفل يصير عندي هبوط لأسفل يعني عندي على سبيل المثال يا كرام هذا السقف وهذا عمود وهذا عمود وعندي على سبيل المثال البيم موجودة هنا هيدن بيم ضمن السقف طيب فلما زادت المسافة بين الأعمدة اضطريت أني أنزل بالبيم لأسفل فصارت ماذا صارت هذه دروب بيم دروب بيم كامرة ساقطة إلى إلى أسفل طيب يا مهدس شكلها المعماري معيب قلنا تأتي وتغطيها بألواح جبس فيصير عندك مثل سقف مستعار من أسفل لاحظ أنت الآن تنظر للسقف لفوق ترى سقف الجبس هذا أو السقف المستعار أو حسب رغبة المالك فيا أحبابي نرجع سقوط الجسور إلى أسفل طرح بالمناسبة سقوط الجسر لأسفل يكلف المقاول جهد وقص الأخشاب وبرضو شرحتها البارحة لما قارننا بين السقف الهوردي وبين السقف الصلد يا كرام لأنه بالسقف الصلد سيضطر المقاول أنه عندك أمراض ساقطة كثير ينزل بحسب ارتفاع البيم ثم بعرض البيم بالخشب هذا كله بالخشب ثم يطلع حسب الارتفاع ثم يمشي ثم ينزل ربما بيم يكون عمقها أعلى وعرضها أكبر وهكذا يا أحباب واضح فهذا نوعا ما شاق على النجار وهذا يا كرام يزيد كمية وكلفة الدفان تحت البلاط إضافة للوزن الكبير على على السقف أيضا يا كرام من الملحوظات المهمة هكما نرى في هذه الصورة على سبيل المثال هبوط الجزء الأيسر من السقف هبط الجزء الأيسر من السقف وحدث له ترخيم وتقعر لأسفل بسبب نصيحة من المقاول قال له والله يمكن إلغاء سقوط بعض جسور السقف الهوردي وتعويض السقوط بزيادة عرض الجسر وزيادة حديده يعني يعني هو كان المفروض أنه يعمل دروب بيم ينزل لأسفل فجاء المقاول ووسوس لعب عقل المالك وقال له لا ليس بالضرور أنك تعمل سقوط نعمله يظل كما هو هيدن بيم طبعا هو المقاول لماذا ما يريد يعمل السقوط لأنه عملية السقوط صعبة عليه في الخشب يصير يريد ينزل بالأخشاب ويمشي بعض البيم ويطلع بارتفاع البيم وهكذا واضح فبالتالي يصير عندي فيما بعد ربما يصير عندي ديفلكشن أو ترخيم لأسفل في السقف واضح يا أحباب ويعني الله المستعان وهذا الصورة يعني سبحان الله هي صورة فعلا حدف فيها هذا الديفلكشن ما السبب؟ السبب أنه كان لابد على المقاول أنه يعمل سقوط في الكاميرات ولكنه أبى ذلك وعملها هيدن بيم وزاد عرضها ولكن هذا لم يكفي لابد أنه يتقيد بالمخططات وكان يعمل هبوط كان يعمل دروب بيم فصاحبنا هنا لم يعمل دروب بيم ما الذي حدث؟ اللي حدث هو أنه صار عندي ديفلكشن ولذا لاحظوا هنا هذه المنطقة عندي ديفلكشن بالجزء اللي من هنا للسقف فسبحان الله ترى الجافع الخير وقال له ممكن تعالج هذا الديفلكشن بأنك تضيف عليه كونكريت يعني تغطي تغطي بالكونكريت بالمكان اللي حدث في ديفلكشن ثم آش اللي صار؟ المشكلة هنا أنه زاد الوزن أكثر وأكثر وأكثر فزاد الديفلكشن بزيادة واضح يا أحباب يعني سبحان الله الحل معانا من البداية ليش نخالف المخططات؟ هذا مهندس درس وتعاب خمس سنوات وأخذ دورات وعمل يعني تدريب بالشركات وتعلم التصميم حتى يصمم لك المنشأ بطريقة صحيحة سليمة سلسة تابع الخطوات في التنفيذ وبإذن الله ما يصير إلا الخير ولكن سبحان الله يأبل بعض إلا الخلاف يأبل بعض إلا أنه يعمل ما يريحه ما يريحه ولكن يا أحباب يعني هذه بالنهاية أمانة نحن كمهندسين وأنا خاص أحث المهندسين حديثين التخرج أنه إذا خالف العمل التصميمات لا ترضى فيه لا ترضى فيه لماذا؟ لأن هذه أمانة لأن هذه أمانة وأنت كمهندس مدني أو كمهندس يعني تعمل في مجال التشييد وفي مجال البناء أنت مؤتمن على أرواح الأبرياء اللي سيسكنون في هذا البيت ربما من تتعامل معهم سواء كانوا مهندسين أعلى منك ولا كانوا مقاولين ولا كانوا عمال ربما بعض من تتعاون معهم يكونوا لصوص بالمعنى الحرفي لصوص لصوص مجرمين واضح؟ فما تتقيد بكلامهم تتقيد بما موجود في التصميم يعني أنت تبرع ذم أمام الله عز وجل لأننا الآن نرى الزلازل ونرى المباني اللي هدمت ونرى إيش يصير في الناس وطبعا أنتم عارفين أن الزلازل ليس الزلزال بحد ذاته هو اللي يؤدي إلى زهق الأرواح الأبرياء وإنما البنيان اللي يهدم عليهم هو السبب بعد تقدير الله عز وجل فلهذا يا أحباب لا بد أن نتقيد بالمخططات بالمعنى الحرفي دام عندي مخططات تصميمية نتقيد فيها لا نأتي ونخالف المخططات ثم نطلب طرق يعني معينة للعلاج فندخل في دوامات كنا بغنى عنها من البداية وطبعا يا أحباب هو الصحيح من البداية في هذه الحالة كان لا يتم إلغاء سقوط الجسر ما دام المهندس المصمم واضع جسر ساقط في المخططات فكان من الضروري التقيد فيه يا أحباب أيضا يا كرام في الأسقف الهوردي عندما تكون المسافات كبيرة بين الأعمدة يطrets وضع المهندس للمهندس يقاب على السقوط يا كرام اللي هو هذا السقوط يا أحباب لاحظوا هذا الجسر كيف عامل نزول لأسفل هذا الثقف وهذا الجسر عامل نزول لتحت نفس الفكرة هذا الجسر لاحظوا عامل نزول لتحت من هنا ومن هنا واضح فيعاب على السقوط أنه يستهلك وقت وجهد وقص أخشاب المقاول واضح يا أحباب وهنا نقطة بغاية الأهمية يوضحها أستاذنا الحبيب المهندس الفاضل عبدالغني الجند حفظه الله فيقول بحجة أن هذا السقوط قد يعيق تكييف الدكت لما فيما بعد إذا عراد المالك أن يعمل تمديدات للدكت للتكييف أو التكييف المركزي فعلا هذا السقوط يعيق تمديدات التكييف نوعا ما إذا كان ساقط لأسفل كثير وإن كانت هذه السقوطات ستعيق تمديدات دكت التكييف فلا يسمح ألبت بإلغائها فيقول المهندس عبدالغني حفظه الله بحجة أن السقوط يعيق التكييف الدكت يقوم بعض المقاولين بإقناع المالك بإلغاء السقوط وزيادة عرض الجسر أو قلب الجسر للأعلى وزيادة الدفان وهذا لا شك أمر خاطئ يا أحباب الكرام طبعا ما معنى قلبه لأعلى كلام المهندس يعني أحباب أنا عندي هذا سقف مثلا سمكه وليكن ثلاثين سانتي وكان عندي في السقف دروب بهم ساقط لأسفل فجاء المقاول وأقنع المالك أنه ما يعملوا إما أنه يعملوا هدن وإما أنه يعملوا مقلوب ما معنى مقلوب لأعلى يعني يقلبوا بالعكس لفوق طبعا إذا قلبوا بالعكس مثلا بسمك وليكن ثلاثين سانتي فهو المهندس عبدالغاني الجند يقول هذا يؤدي إلى زيادة الدفان وهذا أمر خاطئ يعني تمتخيل تضع الدفان حتى يصير البلاط على منسوب ثلاثين سانتي هذا فعل هذا كارثة ثلاثين سانتي تتحدث ثلاثين سانتي يعني زيادة الحمل الميت على السقف بوزن كبير جدا أن تتحدث مسافة ثلاثين سانتي كاملة يا أحباب ثلاثين سانتي كاملة يا كرام أيضا يا كرام من الملاحظات المهمة أنه التغيير في السقف الهوردي من فوم إلى البلوك اسمنتي أو فخاري أو بلوك خلوي هذا يلزم استشارة المهندس المدني المصمم للمخططات الإنشائية للسقف يعني يا أحبابي إذا المهندس المصمم وضع لك في التصميم أنه والله نوع المادة المستخدمة في السقف بلوك لا تأتي من تلقاء نفسك وتحولها إلى فوم أو هو وضعها فوم تأتي من تلقاء نفسك وتحولها إلى بلوك أو إلى طوب واضح لابد من استشارة المهندس المصمم في هذا الأمر لكن إذا احتاط وأخذ بالاعتبار احتمال تغيير الهوردي من فوم إلى نوع آخر فيستفسر منه عن وزن البلوك اللي افترضها في التصميم ليوضع في السقف فلابد يا كرام من مراجعة المهندس المصمم طيب هل إزالة البلوك بعد الصب فيه ضرر على السقف؟ هذا برضو سؤال آخر غالبا يا كرام لا يوجد ضرر من إزالة البلوك الهوردي من سقف مصبوب لكن يعني أنت إذا أردت أنك تفق البلوك بعد الصب أو الفلين بعد الصب عادي لا يوجد فيه ضرر ولكن الأمر يحتاج أنك تتعامل برفق وأن يكون التكسير بحذر وأن يتم معالجة التعشيش إن وجد علما أن وزن البلوك الهوردي لا يمثل أصلا نسبة كبيرة مقارنة بوزن الصقف الذاتي وما عليه من تشطيبات وأثاث وجدران لذلك ينصح قبل الإقبال على هذه الخطوة دراسة الأمر بشكل جيد واستشارة المهندس بحال أن الصقف لم يصب بعد فيمكن استخدام الفوم في الصقف بدلا عن البلوك الإسمنتي أو الأحمر الفخاري علما يا أحبابي أن ترك البلوك أفضل في العزل هذا كلام الأستاذ المهندس الفاضل عبدالغنجون تحفظه الله طيب يا أحبابي هل يصح عمل فتحة في صقف الهوردي؟ يا كرام بعد الصب والتنفيذ هل يمكن عمل فتحة في صقف الهوردي دون حدوث خلال يؤدي الانهيار كامل للصقف؟ في البداية قبل التفكير في عملية عمل فتحة في صقف الهوردي يجب أن نفهم تكوين الصقف الهوردي وفهم طريقة انتقال الحمل إلى الجسور أو الكامرات لأن الفهم السليم لهذه النقطة سيسهل علينا اختيار أفضل مكان لعمل الفتحة دون حدوث أي أضرار وفي عجالة يجب أن نعلم أن الصقف الهوردي يتكون أساسا من مجموعة من الأعصاب الأعصاب هي كامرات صغيرة بسمك الصقف يتم رصها بجوار بعضها ويفصل بينها البلوك أو الفلين هذا الأعصاب تنقل الحمولة إلى الكامرات ثم الحمل ينتقل من الكامرات إلى الأعمدة ومن الأعمدة إلى القواعد طيب فإذا كيف يمكن عمل فتحة في صقف الهوردي؟ قبل الإجابة على هذا السؤال سنجيب على سؤال آخر وهو لماذا أصلا نلجأ إلى عمل فتحات في الصقف بشكل عام؟ ربما يا كرام يكون السبب وراء ذلك هو إجراء تغيير على الشكل المعماري مثل عمل مناور أو إضافة سلم أو حتى إضافة مصعد كهربائي وربما تتطلب بعض التوصيلات الكهربائية والميكانيكية وأعمال الصرف عمل فتحات لتمرير مواسير ودكتات التكييف المركزي وغيرها من الأمور المستجدة على التصميم القديم وأيضا ربما نضطر لعمل فتحة بحال إغفال عمل فتحة موجودة في التصميمات يعني كان عندك منور من الأساس ونسأل المهندس والمقاول والعمال أنهم يضعوا هذا المنور في عملية التنفيذ واضح فتضطر برضو أنك تعمل فتحة وتعمل فتحة لهذا المنور الآن دعونا نرجع لموضوع عمل الفتحة طالما كنا مضطرين على ذلك فيجب أولا تحديد سبب عمل الفتحة وبالتبعية يا كرام سيتم تحديد مكان ومقاس الفتحة الأفضل في السقف فربما تكون الحاجة لعمل فتحة صغيرة إذا كانت الفتحة صغيرة يمكن وقتها تحديد مكان البلوك أو التكسير بهذه المنطقة مع أخذ احتياطات الأمان واستخدام الأدوات الأقل إطلافا للمنطقة المحيطة لها وطبعا إيش عن الاستخدام الأدوات الأقل إطلافا؟ يعني ما تأتي والله وتكسر بالمطرقة لا تستخدم بآلات الثقب اللي كما هي موجودة في هذا الصور يا أحباب هذه آلات ثقب متخصصة يعني تكسر لك بمقدار ما تريد بالضبط بلا زيادة ولا نقصان أما الطرق في المطرقة تكسر في المطرقة هذا سيكسر لك بزيادات كثيرة يا أحباب فنرجع نقول إذا كانت المنطقة إذا كانت الحاجة إلى عمل فتحة وكانت الفتحة صغيرة حينها نحدد مكان البلوك وانكسر بهذه المنطقة مع أخذ احتياطات الأمان واستخدام الأدوات الأقل إطلافا للمنطقة المحيطة ويتم تكليف العامل المناسب لهذا التخصص يعني عامل كف متخصص في عملية عمل الثقوب والفتحات وفي حالة يا كرام احتجنا إلى عمل فتحة يتجاوز عرضها أبعاد البلوك المستخدم في الصقف يعني فتحة أصلا عرضها أكبر من البلوك نفسه فهنا يا كرام لنا وقفة بحيث يجب الرجوع إلى التصميمات الهندسية لتحديد مكان واتجاه الأعصاب الرئيسية في هذه المنطقة لا بد أن نحدد مكان واتجاه الأعصاب الرئيسية في هذه المنطقة ونقوم يا كرام بتكسير كامل العصب أو أكثر من عصب حسب الحاجة من البداية إلى النهاية مع سماحية لا تزيد عن واحد متر إذا كان العصب مستمر بنفس الاتجاه في الباكي المجاور بشرط وجود حديد علوي كافي لتحمل العزوم الجديد لأنه في هذه الحالة سيتصرف ككانتليفر ككابولي الأفضل أنه يجب تحديد مكان الفتحة واختيار مجموعة من الأعصاب وتكسيرها بالكامل من البداية للنهاية بعد مراجعة المهندس المصمم وإبداء مقترحاته حول هذا الأمر فإن تبين أن الأعصاب تحمل فوقها جدران أو يتعذر التكسير فيها فبهذه الحالة لا يمكن عمل الفتحة في الأعصاب وإنما يتم عمل الفتحة في البلوك فقط يتم عمل الفتحة في البلوك فقط يا كرام خلاصة عمل فتحات في سقف الهوردي والاحتياطات الواجب اتباعها أولا تحديد سبب الفتحة ثانيا تحديد مكان ومقاس الفتحة ويفضل أن يكون في أماكن الباكية الصغيرة ثالثا مراجعة المهندس المصمم قبل البدء في التكسير أو التخريم للتأكد من أمان الصغف بعد عمل الفتحة رابعا التكسير يكون في اتجاه الأعصاب اتكسر باتجاه العصب خامسا التكسير يكون للعصب بالكامل وليس جزء من العصب فقط سادسا التكسير في أجزاء فقط من الأعصاب يعني إذا كسرت في أجزاء من الأعصاب سيؤدي إلى خلل في توزيع الأحمال سابعا محاولة تصغير عرض الفتحة قدر الإمكان كل ما كان عرضها أصغر كل ما كان ذلك أفضل ثامنا محاولة نزع وإزالة طبقة محارة الصقف من أسفل قبل التكسير حتى نستطيع أن نرى مكان العصب فإذا كنت صرت قد ليست الصقف يجب إزالة الدهان واللياسة حتى ترى مكان العصب بالتحديد فتكسر أماكن الأعصاب لا بغيرها هذا بحالة الفتحات الكبيرة تاسعا يفضل يا كرام قبل التكسير أن يتم تدعيم الصقف بالجاكات يعني تضع الجاكات من تحت على الصقف بحيث تحمل هذا الصقف عاشرا أن يتم اختيار الأدوات الغير متلفة واللي ما تسبب اهتزازات كبيرة حتى لا تضع في الصقف نفسه الحادي عشر اختيار عمالة مهرة مختصين في هذه الجزئية الثاني عشر الإشراف الهندسي ضروري في كل خطوة الثالث عشر تجنب التكسير في الكمرات والمخدات الرئيسية يعني بالسلط بارت وبالمين بيم نتجنب نكسل في هذه المناطق الرابع عشر وأخيرا السقف الهوردي ذو الأعصاب في الاتجاهين اللي هو التوي هلو بلوكسلاب هذا يصعب عمل فتحات بعض الصب فيه لأنه من المعروف أن هذا النوع من الأسقف يستخدم لتغضية المساحات الكبيرة وأي تخريم للفتحات فيه سيؤدي إلى خلل في توزيع الأحمال واضح يا كرام وهنا أريكم صورة أخيرة وفيها نختم هذا الموضوع هكذا يا كرام التكسير بهذا الشكل هذا خطأ كبير اللي هو تكسر والله جزء من البلوك مع جزء من العصب هذا ما يصح هذا خطأ كبير ومن هذا هذا من أخطاء التكسير بعد عملية الصب يا أحباب الكرام أذكركم أن أخيكم مهندس محمد نواف يقدم خمس دورات في المجال الهندسي دورة إعداد مهندس موقع محترف ودورة حساب الكميات الإنشائية والمعمارية وقراط المخططات والمقايسات ودورة التشطيبات ودورة الأتوكاد ودورة تعلم برامج المايكروسوفت أفس اللي هو برنامج الورد والإكسل والبوربوينت للاستفسار عن هذه الدورات والتسجيل فيها يا أحباب التواصل معي عبر الخاص 00961 81 350 809 استقبل الاستفسارات في مجال التنفيذ على الواتس أبيا كرام يعني اللي عنده أي سؤال في مجال التنفيذ يستطيع أنه يحفظ هذا الرقم عنده ويتواصل معاي مباشرة وبإذن الله تعالى ما نبخل على أحد في العلم يا أحباب وإن شاء الله تعالى برضو من يريد كتاب من يريد ملف من يريد مرجع في الهندسة المدنية يستطيع أن يتواصل معي عبر هذا الرقم وبإذن الله تعالى حاول قدر الإمكان أن يحصله على الملف اللي يريده أو الكتاب بالهندس اللي يريده حتى يستفيد منه بإذن الله تعالى وبعده يا أحباب نختم هذه المحاضرة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أن الإنسان يوم القيامة يتحسر على ساعة أو على مجلس لم يذكر فيه اسم الله عز وجل أو لم يصلي فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه يا أحباب الكرام ويا كرام نصيحة برضو من ضمن النصائح اللي دائما نحب أن يقدمها لإخواني وزملائي المهندسين لعلها إن شاء الله تعالى تنفعكم وتغير شيء فعلا بداخلكم وهي يا كرام أنه من أراد النجاح من طرق النجاح من الطرق أو الأسباب اللي ممكن الإنسان يأخذ فيها حتى ينجح هي مصاحبة الناجحين أو متابعة الناجحين فإن لم يتوفر لك الصحبة فليس أقل من المتابعة ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت لو جلست في مجلس كله ضحك ولعب ومزح وهزاء وغيبة ونميمة وكذا لا شك أنك ستتطبع ببعض هذه الطباع ستتطبع ببعض هذه الطباع ومرة على مرة على مرة يصير الأمر عندك اعتيادي فتعتاده تألفه واضح؟ نفس الفكرة نفس الفكرة إذا أنت كنت متابع إنسان ناجح وتسمع دروسه تتابع أفكاره بإذن الله أنت يتولد عندك فكر يعني مختلف عما كنت عليه في السابق لماذا؟ لأن هذا الناجح يعطيك الخلاصة العصارة العصارة الفكر العصارة العلم اللي عنده فيفيدك وينفعك فيه بالتالي أنت تصير برضو إيش يصير عندك هذا العلم اللي كسبته منه فمحاضرة على محاضرة على محاضرة على محاضرة تصير أنت أيضا عالم في هذا المجال فيا كرام إذا ما توفر عندكم أنكم تصاحب أشخاص ناجحين تابعوا صفحات أشخاص ناجحين تابعوهم تابعوهم يا أحباب يعني سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام بحديث أكثر من رائع ماذا قال؟ قال مثل الجليس فيما معنى الحديث مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تشتم منه رائحة جميلة وإما أن يجعل عندك هذه الرائحة يعني إذا عندك حامل المسك اللي هو شخص معاه هذا المسك الطيب العطر فإما أنك تشتم منه رائحة العطر الجميلة وإما أنه يضع لك هو عطر عليك فتتطيب أنت أيضا هذا من؟ هذا الصاحب الصالح الجليس الصالح اللي أنت تصاحبه أو تتابعه أما القول الرسول عليه الصلاة والسلام وأما نافخ الكير النافخ الكير هو اللي ينفخ في النار قال فإما أن تشتم منه رائحة كريهة اللي هي رائحة الغاز ولا المزوت ولا كذا فإما أنك تشتم منه رائحة كريهة أو رائحة النار وإما أن يحرقك يحرقك في الخطأ وربما في الخطأ أو في الصواب يحرقك بالنار اللي معاه فسبحان الله يعني قل لي يقولون في المثال الشهير قل لي من قل لي من أنت أقول لك من تصاحب من تتابع في هذا الزمان من تتابع لأن ما من أحد إلا وبيده هاتف ما من أحد إلا وعنده فيسبوك عنده انستغرام عنده تليجرام عنده عنده تويتر عنده كذا 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 فسبحان الله كله وعنده والآن البلوة الكبيرة تكتب وسبحان الله تجده يتابع فلان وعلان وفلان وعلان وكله تفهات كلهم تفهات في تفهات وهو يتابعهم هنا يسود القلب القلب هذا يعني فعلا يسود يا شباب بمتابعة التافهين بمتابعة هذه التفهات القلب يسود حتى أنت إذا كان عندك همّة لحو العمل همّة نحو النجاح أهداف تريد تحققها إنجازات تريد تعملها لما تصير ترى هذا تافه وهذا تافه وهذا تافه خلاص تتطبع في موضوع التفاهة تصير تقول إيش النجاح وإيش كذا هؤلاء في الإنستغرام ناجحين هؤلاء في الكلام الفارغ ناجحين واضح يا أحبابي فلا أنا أنصحكم أنصحكم يا كرام ويعلم الله إنه يحبكم كلكم في الله كل من يسمع هذا الصوت أحبكم كلكم في الله وأريد لكم الخير كما أريده لنفسي لأن يا أحباب نحن بالنهاية ننتمي لدين الإسلام وسبحان الله هذا دين الرحمة دين السلام يعني هذا الدين فعلا يعني هل يدعونا أن نحب الخير للآخرين هل يدعونا أن نتمنى الخير للآخرين وهل يدعونا أن نتمنى النجاح للآخرين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنت ما تصل في ديننا إلى أعلى مرحلة الإيمان إلا إذا أحببت لصاحبك لزميلك لابن المجتمع إلا إذا أحببت له الخير كما تحبه لنفسك أنا يا أحباب شخصيا أحب لنفس العلم وأحب لنفسي أن أكون من أهل العلم فأتمنى لكم أيضا أن تكونوا من أهل العلم وأحب أيضا أن تكونوا أنتم من أهل العلم أن تكونوا مهدسين ناجحين مثابرين متميزين متفوقين لا مجرد مهندسين عاديين لا مجرد مهدسين عاديين وهذه النصيحة اللي أقدمها لكم واللي هي مصاحبة أو متابعة الناجحين صدقوني ستفرق معاكم الكثير الكثير بعد مدة من الزمن ستجدون فارق كبير يا أحباب الكرام ستجدون فارق كبير إذا طبقتموها لأن فعلا كما يقال الصاحب ساحب واليوم اللي التابعه أصعب من الصاحب الصفحة اللي تتابعها واليوتيوبر اللي التابعه صار أصعب من الصاحب هذا سبحان الله مرة على مرة على مرة على مرة تتطبع بطباعه وتتخلق بأخلاقه إن كان يشتم التابع شخص يشتم كثير وكذا تصير الشتم عندك طبيعي على لسانك تابع إنسان مثقف إنسان واعي إنسان عنده فكر ثاقب عنده عقل نير عنده رسالة يعني مفيدة تتطبع برضه بطباعه فيصير عندك هذا الفكر وهذا العلم وهذا النور وهذا الحب حب الخير وتقديم الخير طرح هؤلاء التافهين ليسوا هم سادة المجتمع وأكبر دليل لما صارت أحداث كورونا لما جاء وباء كورونا وين كان هؤلاء اللي يدعون الفن والنجومية وكذا ايش كان دورهم ما هو دورهم في التوعية ما هو دورهم في العمل لا شيء حينها ظهر من ظهر أهل الاختصاص أهل الطب الأطباء والممرضين هم من برزوا يا كرام واضح فضروري يا كرام ضروري نتابع أو نصاحب أشخاص ناجحين حتى نتعلم منهم وحتى يعني نغبطهم على ما هم عليه لا نحسدهم انتبهوا فرق بين الحسد والغبطة حتى نغبطهم على ما هم عليه فنعمل على ما يعملون عليه فنصير مثل ما هم عليه وتصيروا أفضل بإذن الواحد الأحد وتصيروا أفضل إن علت همتكم فاسعوا يا أحباب إلى هذا الموضوع أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعلنا وإياكم من أهل العلم النافعين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته